برج الحمل راح نشوف طاقتك. طاقتك راح تكون هون. طبعا اذا بس قصتكو وانت لسه مدخلين في الطاقة فتقدر تاخد الكراءة اليك. او لاش انت يمكن عندك نقص اموال او حاليا انت بتمر نكسة عمل رحيل من العمل. احتمل انت بتحس بالوحدة لانك انت فقط شخص غالي عليك. احتمال سعى عندك وفاة اشخاص طبعا مغاشر عن جميع لكن احتمال في وفاة شخص اثرت عليك جدا وانت حاسس انك انت اه وحيد بدون هذا الشخص. البعض منكم نقص في الاموال اه او خسارة في المال. انت شاف في شخص ورق متجمد جدا واحتمال عشان الامر تقول انت متيرك في العمل فصلك من العمل تسلط عليك هذا الشخص وظلمك. واذا القراءة عاطفية فانت شاف الشخص هذا انه متجمد متسلط وظلمك. بالاكتر انت مظلوم في القراءة انت يعني حاسس بالظلم. خلينا نشوف. الشخص هذا احتمال يكون مرتبط في عمله. اه احتمال الشخص يكون متزوج وغير اتجاهه من اتجاهك انت من ناحيتك انت. احتمال هذا الشخص يكون متزوج وارد كبير. واحتمال انك انت اه الشخص هذا ابعدك عن العمل. ابعدك عن العمل. تسبب في بعدك عن العمل. الشخص ده حاسك انك انت ذاكرة عاطفية طبعا. الشخص ده حاسك انك انت متباعد جدا اختفي. تباعد عن طريقه. انت زعلال منه تتير. طبعا هو بدور على فرصة تانية معك. بس لبعض منكم هذا الشخص رح يكون مرتبط. وبدور على فرصة يحاول يفكر او يلاقي فكرة انه يوازن بينك وبين شخص اخر. ويطلب منك فرصة اخرى. او يكون معك بداية جديدة. من هذا الشخص متزوج متقيد. محتمال في عمله او اسرته هو متقيد فيها. محتمال امتحاس من ناحية هذا الشخص انه هو غدرة. او او خانك دخل طرف اخر بناتكو واحتمال يكون تدخل من طرف من طرفهم من الاسرة. الاب او الام او العم او الجد شخص كبير في الاسرة. انت حاسس سبب حزنك شخص كبير من الاسرة. انت في اسرتك شخص حرمك من الميراث او اخد حقك. انت هذا احساسك الفقدان الخضلان الوحدة الشعور بالالم. دعو خلنا قبل ما نبلش. نشوف اول اشي. المرتبطين. اشي الشخص هذا كيف بيفكر فيك? كيف شايفك? وش النقاط القوة فيه على كوب ونقاط الضعف. والشخص هذا مخبب عليك؟ يعني اتخال قلنا شو مخبب عليك؟ في للمرتبطين طبعا. هايك رائد المرتبطين طرلنا الهاي بستز. يعني فيه سر مخبب الشخص هذا. فيه سر. الحمل للمرتبطين نشوف الحمل. طب الشخص هذا للمرتبطين شايفك انت شخص مستقر هادئ ملتزم في منزلات. شخص بتحب عملك. شخص بتنزر لعائلتك بكل استقرار. وشخص هادئ وزكي. زكي جدا. ودود طبعا هادئ جدا. طب خلنا نشوف شو اجاكو. كروت. هون بيحكي لك. اه ياس تيس از يور سول ميت. ان الشخص هذا للمرتبطين. هادا اه السول ميت تبعك. هون بيحكو لك كمان. امنح علاقتك فرصة. اعمل على شراكتك. وهون بيحكو لك في. اه ايه. طيب وهون بيحكي لك اذا كنت تصدق وهون بيحكو لك. تحسين الصحة في تحسن في صحتك. هون ازا انت بتصدق او لا في اشي انت ازا بتصدق او لا. هون بيحكو لك اعمل على شراكتك. اه الشخص هذا السول ميت تبعك. وخلينا نشوف. الشخص هذا والاشي شايفك انك انت متريد جدا. انت قبل ما تاخد القرار. في العلاقة تعبكو للمرتبطين. هو شايفك انك انت بتفكر جدا جدا وصبور. هو شايفك صبور. صبور جدا. انت فكرة تقريبا انت مستحمله هذا الشخص. استحمله جدا. اه الشخص هذا اه يعني كأنه بقيس اه او استنزل في طاطة في الصبر. في طاطة في الصبر. الشخص هذا كمان نقطة القوة في علاقته هو التوازن والعطاء. يعني متل ما انت بتعطيه هو يعطيك. ومتل ما هو ما انت بتاخد منه تعطيه. ومتل ما هو باخد منك يعطيك. فنقطة القوة في علاقتكو انتو المرتبطين في برج الحمل. الحمل هو التوازن. هذا الاشيء اللي بيقويكو. لان انا شايف نقطة الضعف للسول. اذا اخذها اه اه هي طاقة مستنفزة من عندكو. طاقة خارجة عندكو. او بدي اخدها بشكل مقلوب. لان هي رح تكون مشكلة. انه هي عندكو فيش بداية جديدة. او فيش روح في حياتكو. او في زواجكو او في ارتباطكو. اه ما فيش اشراقة جديدة فيش اش جديد. وكأنه روتين. عندكو روتين. لان هو شافك انك انت مهتم بعملك جدا. او مهتم في الاطفال او مهتم في منزلك. اه فقط مش مهتم في المشاعر. اه الشخص هذا يمكن احتمال انه بستنى فيك تعطيه فرصة او قرار اخرى فيه على قطبو. احتمال تكونوا انتو في بينكو اه شوية نزاعات. والشخص هذا بانتظرك تعطي قرار. وكانك انت عندك نفس طويل لانك تعطي قرار للشخص هذا. يعني زوج او زوج او زوجة طبعا من الذكر والامتة. او رجل او او من امرأة. اذا كان شخص خطوبة. احتمال انه الشخص هذا. احاسس من نحيطك انك انت شخص بس عملي. وبتفكر بس بالنقود. وبتفكر بس بالاسرة او بتفكر اه بعقلانية. وانت رامل مشاعر ولك. انتو النقطة الضعف في علاقة هو هي البداية الجديدة. انتو بدكوا بداية جديدة. وهون بيحكو لك انه فرصتك تستحق انك تعمل على شراكتها انك تعطيها كمان فرصة. ان الشخص هذا صلمي. واذا انت تعبان صحيا لان انت فعلا زوجة عندي في الطاقة انت حسس بوحدة وبالم. فهون نقطة الضعف عندكو انه فيش بداية جديدة. انتو مش معطيين فرصة لعلاقتكو انها تتصلح. لانه بسبب احساسك انه الشخص هذا خدمت. ومخبي عنك سر. وانت ده تعرف شو السر هيدا. وانا كمان تعرف شو السر هيدا. خلينا نشوفي الكوكروت التانية. عشان نشوف الشخص هذا شو نخبي عنك. لان نقطة القوة عندكو انكو تكونو. خلينا اشوف وشافك يمكن انت مسيطر اكتر منا او بتحب تسيطر. وبهذا الشخص شو نخبي عنك انت. حاس ان الشخص هذا بخدعك. متغير عليك. مثلا نستنزف طبطك لانك عشان هيك انت بدك ايه صحتك ضعبانة. احتمال انك انت صبت فنهير عصبي منه. حاسك النفسية. مش شرط بس الجسدية. احتمال ان انت نفسيا تكاد ان تنهار. مساوي هذا الشخص. طب خلينا نشوف شو نخبي عنك. الشخص هذا البعض منكو كان فيه علاقة اخرى. وهي العلاقة ماتت. لكنه مخبي عنكم انهو طلع من هيا العلاقة. احتمال الشخص هذا مخبي عنكم انهو بلجأ للروحانيات ولشخص مثلا بقرأ فنجان. عند الروحانيات عالية بقرأ افكار. الشخص هذا احتمال بخبي انه بروح لشيوخ المندل واشياء هيك. بيتعملوا مع الروحانيات والفتاح والاشياء هيك. الشخص هذا كان فيه علاقة وانتهت العلاقة. هو مخبي انه انتهت علاقتكم. انت اعفل انتهت العلاقة الاخرى. طرف اخر دخل. بناتكم. الشخص هذا نقطة الضعف اللي في علاقتكم انكم بدكم بداية جديدة. بهجة جديدة لحياتكم. فرصة اخرى ترجعوا. تتوازنوا بين الاخذ والعطى. لانه القوة فيه علاقتكم انه تكونوا متوازنين. ماديا ومعنويا ونفسيا. لانه انتشكلك ااااا. كالأنك باس خلاص صار اااااا افكيرك في الاستقرار والمال فقط. مش من المشاعر والشخص هذا شو بيساوي في حياتك. ياء soap. هو شايفك انك انك انت بتخطط لها مثلا بتكشف هذا الشخص. اااااا اعمالك بتخطط له ااااا اااااا. عمالك لكن اذا بدأت العلاقه هاي ترجع ميحل انهم هون بقولوا لك اشتغل عن العلاقه هاي ونطلق لك اذا سود معانيته العلاقه هاي بتهبديها جديدة وانك تشغل انك تحيي هاي العلاقه لان الشخص هذا هو سلميت طيب خلينا نشوف المنفصلين شما شاعر الشخص من ناحيتك كيف يفكر فيك وكيف شايفك الماضي وكيف شايفك بعد الانفصال وشن وهي من ناحيتك هل سوف يعود ام طيب هون را خلينا نشوف هون بحكولك في المستقبل القريب لما في رجعة طيب هون بحكولك دعا اصدقائك يساعدوك وطلب الدعم من الاخرين واقبل انت بدت مساعدة في هاي العلاقه وكمان بحكولك ابدل المجود الحب الكبير يستحق اتخاذ الخطوات التي نسترشدها اخذها عشان انه انت في خطوات بالك استرشدها داخلك اخذها لان الشخص اذا شكله بحبه بس خلينا نشوف برده عشان نتحك لكن خلينا هاي هو اول شي الشخص هذا مشاعر من ناحيتك الحب المتوازن انت شايفك انت احتمال هو شايفك انت مستقر وانت بتقدر تسيطر على مشاعرك وقلبك عفوا على عقلك او عقلك مسيطرين عن مشاعرك لكنك شخص متوازن جدا شايفك انك شخص طيب وحنون لكنك تعرف تاخد قرارات صح في الوقت الصح طب هو كيف يفكر فيه احتمال تكونوا انتوا مع بعض في العمل احتمال انتوا تكونوا مع بعض في العمل لانه في الماضي كان شايفك انك شخص مش عملي شخص قادر انه تحمل مسئولية في العمل لانه تنقف وانت احتمال انكم تكونوا مع بعض في العمل واللي طبعا مش في العمل مع بعض فالشخص هذا شايفك انك انت شخص خلنا شوالش بفكر فيك احسن ايانا اول اشيغل نحن نحكي لنا شو تفكر فيه هو بفكر على فكرة يدفق معك يدخل معك في اتفاق شخص هذا دخل طرف بناتكو نزعها وانت احساسك بالغدال انت اللي في الانفصال انت احساسك انك انت مغدور جدا من الشخص هذا وكأنه دخل طرف تالت بناتكو وكان شايفك في الماضي انك انت شخص صامت بتتحمل مثلا مصائب هذا الشخص متحمل منه الذي لا يضاقه هو كان شايفك في الماضي انك انت شخص تقدر تتحمل لو دخل طرف في العلاقة انت قادر تحمل الوجع هذا وللبعض منكو الشخص هذا كان اذا كنته في العمل فهو كان شايفك انك انت قادر تتحمل مسؤولية العمل لوحدك بدون مساعدته الشخص اللي بفكر انه يدفئ معيك انه تعمل مثلا عمل جماعي والبعض منكو بفكر انه خليك تستطلع على الشخص الثالث اللي دخله بلادكو ويعطيك مثلا مبررات لعمله او لفعلته هاي لكنه حاليا في الحاضر شايفك كيف شايفك انك انت شخص دبلوماسي عملي جدا شخص عندك طاقة رهيبة من ناحية العمل وكان شايفك في الماضي انت عندك طاقة لكن انت تحمل فوق ما قدرتك لكنه حاليا شايف انه هاي مش فوق ما قدرتك حبك للعمل او حبك للحياة هو اللي خليك عندك طاقة انت مش فيش عندك طاقة بس هو كان فاهمك غلا هو كان يزيد عليك في كل شيء مثلا يتجاهلك مثلا خليك تنتظره لفترة طويلة يبعد عنك فجأة ويرجع فجأة فكرك انك انت رح طال تتحمله وتتحمله 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 لانه هو شايفك انك شخص انت عندك قدرت على تحمل المصائب او المسئوليات مسئولية العمل مسئولية الاسرة مسئولية الحب مسئولية المشاعر هو كان شايفك هاي لكنه حاليا شايفك انك انت شخص لا تقبل في القليل شخص انت ذكي جدا وانت بتفهمه عالطاير حتى ما بدك مبررات مثلا هو قابل جاهز لك مبررات لمسئا اللي عمله فيه لكنه شايفك انك انت شخص ذكي وشخص انت قبل ما هو يسبقك في الكلام انت بتسبقه في الكلام او في الحقيقة قبل ما هو يكشف لك الحقيقة انت بتسبقه كله انت فاعلت كذا انت دخلت رفتات انا شفتك مع شخص اخر هو شافك انك انت لماح وزكي جدا وشافك انك انت شخص جدي وعملي ونوري جدا وشخص حقيقي بتحب عملك وانت تفني نفسك لعملك لمنحبك لعملك مش لانك انت بتحمل فوق مسئوليتك هيك هو بفكر انه يامل معاك مشرول لانه هو شايفك طاقة رهيبة يعني انت شخص فنان فشافك شخص فنان عندك حس الفن هو بفكر انه انتو يمكن اشخاص حرفيين يمكن انتو في العمل مع بعض في الرسم في الفن تمال هذا الشخص يعرض عليك فهون بيقولولك استشير اصدقائكم وتقبل رأيهم. تمال هدو بينكم شخصة تدخل الطرف من اصدقائكم مشتركين عشان يتم الصلح بناتكو. او مثلا يعمل انه بده في العمل انت وصديقك مع بعض ويبعد صديقك حتى يحكي لك انك ارجع العمل عشان احنا ننضم نعمل مجموعة واحدة والشخص هذا من ضمن من ضمن هاي المجموعة. احتمال انتم مثلا مهندسين مهندس معماري. احتمال انتم تشغلوا في لوحات فنية. دي كورات في المنزل دي كورات منزلية دي كورات او تشتغل مع بعض في الدعايات تعمل دكورات الدعايات او اعلانات ديزاين اعلانات انه هو شافك انك انت عندك ذكاء رهيب وشافك انك انت عندك كل يوم اشي جديد. عندك كل يوم اشي جديد. وعندك حس فني في موضوع مثلا الدكورات الاعلانات البناء الهندسة او انتم اشخاص يعني عندكم مثلا اجتماعات دائمة مع بعض انت بتعطي نصائح جميلة او بتعطي قرارات ذكية جدا ومستغربك الشخصتك انك انت عندك حلول ذكية جدا. طيب الشخصت ده شو مويع؟ هل سيعود؟ هو عن بقوله لك في الاسابيع القليل او في المستقبل القريب بس انا شايف يعني الشخص ده اول اشي نوايا انه يحزن على الخسارات والخسارات هو حاسس نفسا ما خسرك خسرك للاخر. عشان هيك هو بتدفئ هو احد اصدقائك انه يدخل بناتك ويرجعك للعمل. يمكن الشخص هذا مديرك في العمل. يمكن اكبر منك في السنة. فهذا الشخص نوايايا. نمس الكرتين تخيله. الشخص هذا بدي يلمي الكسات المسكوبة عن طريقه لقصدقاء. الشخص هذا بفكر يدخل صلحة بناتكو. عن طريق حدا بيعرفك انت اصدقاء اقارب شخص تالت بناتكو. الشخص هذا بفكر صلحك. لكن الصلحة رح تكون واقفة عليك انت. شخص هذا يدخل لقصدقاء يرفع القبيعات اللي بسببها انت انت يعني آلمك. شخص هذا يدخل طرف تالت بناتكو عشان ان يسلحكوا مع بعض. هون بلولك استشيروا الاصدقاء مش غلط. وتقبل رأيهم. مش غلط. وانه الحب الحقيقي يستحق انك انت مثلا تغفر تسامح تسترشد نفسك هل يصح او لا يصح. وما نقولولك اسمع لي روحك الداخلية. لازم تسمع لي روحك الداخلية تسترشد نفسك ان الحب الحقيقي يستحق. الشخص هذا بحبك شايفك انك عملي شاطر فنان ومبدع. الشخص هذا هالذاود. احتمال في المستقل القريب لما يبعد هذا الشخص يشوف هالي راح تتم الصلحة او لا. طيب خلينا نشوف الصحة يا برج الحمال. اول اشي اه انت صحتك منيحة جسديا انت صحتك منيحة. لكن نفسيا لا. انت نفسيا مشتط مشوش. وكأنه يمكن هالقصة مأثرة فيك جدا حزين. وانت حاطت نفسك في دائرة الكلام او بتسمع كلام كتير او انت مثلا الناس بواجهوا لك كلام بجرحك. الشخص هذا وجهه لك مثلا كلام بجرحك. اتمنى تكسرتك انت مرتبط وكأن الشخص هذا غدرك وصرت حزين نفسيا وملكبت. وكأنك انت بدك اصلاح تأهيل نفسيا من اول وجديد. انت مشتط مش عارف تبلش في احلامك مش عارف تبلش في عملك مش عارف تاخد قرارات صح. بسبب انه انت زي شويك كأن العينا بكلها اجت عليك. كأنه يعني بكل غدرك او خانك او او انت ما كنتش تاهن اشو فجأة صفيت على صدع كابوس. مكشفت حقائك قدامك. كنت شايف نفسك انك انت محاط بهانة. عشان ما تشوف حقيقة الاشخاص وفجأة اشخاص صاروا يمكشفون لك. فانت مش تعبين جسديا انت تعبين نفسيا. عندك اكتئاب انت عندك اكتئاب. عندك اكتئاب مش جسديا. هون بيحكولك توقف عن الكلام. توقف عن الكلام. توقف عن الكلام. واسمع. تضلش تحكي. واسمع. اشكلك انت بتحكي كتير. توقف عن الكلام. انا شكلك تعبيني يا برج الحمل. صحتكم نيحة. لكن انتو مشوشين وعنكم كئابة وحالة نفسية شوي مدمرة. انتو حسين نفسكم في الهالة مش مبسطين منها. كأنكم حسين بانه في سياج حواليكم. انتو مش قادرين تفكوا نفسكم منها. نهائيا. وهنا احنا حكينا انه في صحتك رح تتحسن يا برج الحمل. وهنا نفس الاشيب واني نقول لك انه اختيارات صحية. اتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية. وهنا نقول لك لازم تحب ذاتك. وتختار صح. ولازم تكون اختيارتك صحيحة وصحية. عشان هيك انت لازم يعاني بما معناه انك تحب نفسك. مما انت نفسيا تعبين. مش جسديين. انت حاست نفسك انك انت بتليف نفس الدائرة. ونفس الناس بتكرر حواليك. وكانك مصدوب في الناس انك كشفت انت عن وجوههم من جديد. احتمال انك انت تكون حاسس ان الناس الهلز او الطاقة السلبية محاولتك بسبب الاخرين. مش بسببك انت. كنا عكسين الحظ السيء عليك. طيب عمليا انا شايف ان عملكو رح يكون في المرات القادمة او في قدام شوي. رح يكون عندكو عمل من الماضي. من شخص انتو كنتو تشتغلوا معايا. احتمال هذا الشخص يكون للمفصلين. انكو كنتو تشتغلوا معايا. ورح ترجعوا تشتغلوا معايا في الماضي. لكنه اعادة ماضي في العمل. اعادة في الماضي ومحاسرة في الماضي. واذا في حد اخذ منكم مبلغ مال رح يردو لكم. اذا انتو كنتو تشتغلوا يمكن في البناء في العمل في المنازل. الترتيب اثاث مثلا. انتو رح ترجعوا لعملكو في هذا المجال. احتمال للبعض منكو انتو في عمل مجال تجميلي. ورح ينعرض عليكو فرصة من شخص مجاله في المراكز التجميل. الى البعض منكو رح يكون عمله في الاستشفاء. يكون طبيب نفسي. حيما انتو تتوجهوا لطبيب نفسي وترجعوا لعملكو. بعد ما تتوجهوا لطبيب نفسي. رح ترجعوا لعملكو القديم اللي غسرتوه بسبب زعالك ودعابكو. وكبتكو. احتمال للبعض منكو بتشتغلوا في عمل الفن الصوتي. الغناء يعني. ورح ينعرض عليكو فرصة. او رح تقدموا في الغناء. للبعض منكو رح يكون حد يعرض عليه عمل في الأزياء. في الموضة في الأزياء. في الملابس تناصق الألوان. او يشتغل مثلا خياط للملابس. محل ملابس يفتح محل ملابس. فيش فيكو ناس رح يتعيد عملها اللي خسرت فيه بسبب شخص ما مرأة في حيطها. طيب خلينا احكي بكل أبراج. برج الحمال. طيقت. وهو البرج السرطاني. برج التلب. برج الحوت والعقرب. برج الأسد. برج الميزان. برج العقرب. وبرج السرطان. وعلى الورد. أشوفها. الهوائية والمائية. يعني مثلا الأسد والطور. والنسل أو السقر. بدين على العقرب. والعدراء. طيب. عنا طاقات هوائية. مائية. ترابية. كل الطاقات موجودة. اللي تغيق أكتر إشع القراءة. وهي الترابية. فإن شاء الله تكون القراءة عجبتك. يا برج الحمال. يحكوا لقصتك. وهل أنت عدد مخدولين. وتعبنين نفسيا. من الأشخاص. إتمنى أنه في طاقة. أنتو شايفينها سلبية في حياتكو. طاقة حسد أو غيرة أو. طاقة. خليتكم متجمدين في الحياة. مش قادرين تتحركوا. وإن شاء الله. بتمنى أنكم تطلعوا من هاي الحالة. في تقدم. لكن بس. تطلع من حالة الاكتئاب. اللي انتم فيها. وفي أشخاص رح يرجعون لهم. شخص من الماضي. لكن. بعد تدخل طرف. من الأصدقاء. من العائلة. من أي حد. بتمعنا تكون القراءة عجبتكو. لا سمحة. كنت جديد معنا في القناة.